الزواج هو عهد وعلاقة بين طرفين الزوج الزوجة وكلما اقتربا من الله يعني بيكونوا أقرب لبعض فإذا هذه العلاقة زوج زوجة والأولاد يعني دور تالت أو أولوية تالتة أو كيف ممكن نصيغ هذه الأولويات قبل ما نتكلم عن السؤال البعدي تفضل نحن يعني يعني عاوزين برضو نأكد أن البيت من غير أولاد يظل بيت كامل لا ينقصها هي أسرة كاملة أدام فيها زوج أو زوج كمان عاوزين نشير تاني أن الدور التاني يتأثر أيضا بالدور الأولى للشفاء نفسية فلو فرد أن في صغر نفس في أحد الطرفين عايز يظهر أنه لي كرامة فيصر على رأيه المشكلة مش عدم الرغبة في التفاهم مشكلة في النفسية أنا محتاج للشفاء طبعا إحنا عندنا صفحات كتيرة في المشورة اللي حب يرجع لصفحة اسمها المشورة والفرح فيها كورس كامل عن شفاء نفسيتي كورس نموه شخصيتي فيها علاج صغر النفس يعني مختصرها أن أنا أشوف نفسي في عين الله مش أشوف نفسي الماذا قيل لي وأنا طفل كان بيتألي أنا فاشل أنا غير ناجح I'm not good enough فلما أتجوز أحاول أثبت نفسي وأبقى في التحكمات والمشاكل سواء المرأة أو الرجل وأيضا ممكن المرأة تبقى مفتقدة الشعور بالأمان فتبتدي تراقب جزها لأنها خايفة أنها يبص الوحدة الثانية ممكن طبعا فيه رجال غير أمناء ولا يعيشوا حياتة الطهارة كأنني أتكلم على زوج أمين ربما اجتماعي شوية لكن المشكلة في النفسية الزوجة أو الزوج طبعا أني مفتقدة الأمان مفتقدة الثقة فتبتدي بقى تراقب جزها وتعمل مشاكل لا لزومة له إذن التفاهم يتأثر بنفسيتي عشان كده لازم الشخص اللي عايز يتعلم التفاهم يبتدي بشفاء نفسيتي أو كورس نمو الشخصي موسيقى